بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا بكم في شابتر 8 part 1 definition and general information بنتذكر في الجزء دوت طرق الدزاين اللي اشتغلنا عليها اللي هي ultimate limit states او اللي نسميها ultimate strength design استخدام الطريقة ديت في الدزاين في مشكلة ان لو حصل failure الفيلير دوت بيؤدي الى total collapse في المبنى لكن في طريقة تانية اللي هي surface ability limit states في الحالة ديت ما بيحصلش collapse لكن استخدام المبنى عندي ما بيبقاش مناسب على سبيل المثال عندنا excessive crack width ان لو حصل عندي crack وده ممكن شيء طبيعي ولكن المشكلة ان الفتحة بتاعت الكراك ديت لو زادت بيحصل مشكلة في الاستخدام على سبيل المثال لو احنا عندنا water tank في مية لو حصل هنا في crack ممكن يحصل leakage الحاجة التانية ان ممكن يحصل excessive deflection بمعنى ان under load ان اي ممبر بيحصل في deflection اللي هي القيمة delta لكن المشكلة ان قيمة الدلتا لو زادت اكتر من الدلتا اللاوبن يبقى في الحالة ديت ما حصلش failure ولكن الاستخدام بتاع الممبر اللي عندك ما بقاش مثالي لان ممكن قيمة deflection تبقى كبيرة وتبقى ملحوظة لو انا عندي حوائط موجودة اعلى الكاميرا ديت ممكن يحصل فيها مجموعة من الكراكس نمبر ثلاثة اللي هي undesirable vibration يعني يحصل عندك احتزازات في المبنى مش هتقدي الى الكلابس ولكن استخدام المبنى اللي عندك مش هيبقى ملائم الحالة الرابعة ان يحصل عندك فتيج والفتيج دوت اللي هو زيادة وانخفاض قيمة اللود الموجودة على المنشأ يبقى دول الاربعة factors اللي هما بيمثلوا surface ability limit states اللي هي بتؤدي الى ان استخدام المنشأ اللي عندك او الممبر ما يبقاش مثالي ولكن ما بيحصل شي فليار زي ما بيحصل في الالتمت ليمت states اشتركوا في الامت